أعلن رئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق باستحداث نظام اختياري موازن لنظام البحرن الحالي وذلك تأكيدا على جاهزية الهيئة فنيا وتقنيا لتطبيق القرار هذا وقد أكدت الهيئة أنها ستتخذ كافة الإجراءات النظامية لمكافحة التوظيف الوهمي للبحرينيين والتأكد من التزام المؤسسة بنسبة البحرن المطلوبة بشأن احتساب رسم اختياري قدره 300 دينار يضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديد أو يصدر أو يجدد لمدة سنتين خارج نسبة البحرن المقررة ولا يسر هذا الرسم على من التزم بنسبة البحرن المقرر إضافة أنه سيتم تطبيق الرسم المنصوص عليه فيما يتعلق بعملية تجديد تصريح العمل بعد انقضاء سنة من تاريخ العمل بهذا القرار إلى جانب ذلك أوضح الرئيس التنفيذي أن التطبيق يأتي متناغبا مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين الهادفة إلى دعم النشاط التجاري في المملكة وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأعمال أيضا يقدم المرودة اللازمة ويحقق الهدف الأساسي الذي تتبنه الدولة وهو ردم فجوة التكلفة بين البحريني والأجنبي ما يجعل البحريني خيارا مفضلا للقطاع الخاص دشن الهيئة اليوم النظام الاختياري الموازي للبحرينة وهو نظام وضع لكي يدعم آليات التوظيف للبحرينيين ولخلق الوظائف لهم عن طريق وضع تكلفة مالية على من لم يلتزم بنسبة البحرينة وهو في ذات الوقت يوفر المرونة للقطاع الخاص ليتمكن من النمو ريثما يحصل على البحريني المناسب ويقوم بتوظيفه ترجمة نانسي قنقر